دلوقتي تعالوا ناخد حضراتكم سريعا في موجز لأهم الأنباء موجز التاسعة مع منا الشرق والتفضلية منا شكرا ليك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاد شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته وأشدد الرئيس سيسي خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم شدد الرئيس سيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا وأنه لو لا تضحيات الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة وثمن الرئيس سيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة السبعين تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة حيث صدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لإسمي الشهدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لإسمي الشهدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر ومنح الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواطي الانتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1229 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 343 971 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1603 حالات جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي تجاه محافظة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية وأفاد التحالف بسقوط شزايا الصاروخ المعترد على المنطقة الصناعية في ظهران وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مدية في بعض الورش والمركبات المدنية وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم في إطلاق صواريخ باليستية نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع قولها أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهم الحوثيون باليمن مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا وأضاف البيان أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تجدد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات وجاء في نص القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك أن هذا القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد واستشراقا لعهد جديد يسوده السلام والطمؤنينة والأمن تاستضيف بريكسال اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الفيديو كونفرنس ويرتكز الاجتماع على مناقشة تطورات الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية وفي ظل ما تعتبره بريكسل حجدا للقوات العسكرية الروسية نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل